بصفته المندوب الدائم لليونسكو قدم سفير تشاد لدى فرنسا كيدل يونس حمدي اوراق اعتماده للسيدة ادريئة زولاي المديرة العامة للمنظمة اليونسكو التابعة للامم المتحدة وذلك بمقر المنظمة وبعد هذه المناسبة تبادل سفير تشاد مع المديرة العامة لليونسكو سبل تقوية التعاون بين تشاد وهذه المؤسسة المتخصصة للامم المتحدة واضح كيدل يونس حمدي ان التعاون متميز مع اليونسكو وان العلاقات بين الجانبين تسعى تشاد على تعزيزها وذلك وفق الرؤى المشتركة لا سيما في ناحية ترقية الثقافة والعلوم والتربية واشار الى مساهمة تشاد في تجديد صالة المجلس التنفيذي والمشاركة في الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر العام والذي قدم خلاله رئيس الجمهورية ما تبقى من جمجمة توماي هدية لليونسكو كما شكر اليونسكو على تسجيلها لبحيرات اوينغا وجبال انيدي في قائمة التراث العالمي كما تحادث المسؤولان حول افاق التعاون والمشاريع المستقبلية كما طلب كيدل يونس حمدي تسجيل بقية المواقع التشادية في قائمة التراث العالمي باسرع ما يمكن خصوصا النقوش الاثرية الموجودة في انيدي وتيبستي والمواقع الاثرية في جراب واثار وارا وحظيرة زاكم الوطنية كما ناشد مندوب تشاد الدائم لدى اليونسكو بضرورة ترقية الكوادر التشاديين داخل المنظمة هذا وطمأنت المدير العام لليونسكو مندوب تشاد الدائم لدى اليونسكو واكدت استعداد منظمتها لمصاحبة تشاد في مجالات العلوم التربية والثقافة